بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي المؤمنين الكرام وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم سؤال يبدر أيضا أحبتي بحق أبي عبد الله الحسين حينما جاء جيش الحر ابن يزيد الرياحي وحاصر الإمام وجعجع به لماذا سقل إمام الحسين الحر وأصحابه وهم قوام الفارس يعني الآن نحن في العرف العادي أنا الآن أشخاص جاءين يهجمون علي ويريدون إيذائي بل ويريدون قتلي هل أنا أعطيهم الطعام أو أعطيهم الماء كل يحاول أن يسأل نفسه هذا السؤال لكن هنا في قضية الإمام الحسين أحبتي أن الإمام يمكن أن يستغل عطش هؤلاء ويموتون جميعهم ويموتون جميعهم ولكن الإمام سقاهم عن آخرهم لماذا سقاهم الإمام؟ طبعا هذه القضية أحبتي لو نرجع إلى التاريخ إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ونرى أنه كيف كان يتعامل مع الذين آذوه لاحظ هذا مقابلة الإساءة بالإحسان ذهب إلى الطائف حتى نشوف أن الإمام الحسين ماذا ورث عن جده وأبيه فقاموا برميه بالحجارة حتى أدموا جسده شكى إلى ربه ما نزل به من أذى ينزل ملك الجبال يا رسول الله أنطيني أمر مرني بأمرك فأطبق عليهم هذين الجبلين أفنيهم النبي قال لا إنهم قوم يجهلون فينزل قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم إذن قابل الإساءة بماذا؟ بالإحسان قابل الإساءة بالإحسان هذا أمير المؤمنين روحي فداه في معركة صفين كان معاوية الخسيس اللعين هو جيشه قد احتل صدر الفرات ومنعه جيش أمير المؤمنين من أن يصلوا إلى الماء كلما حاول الإمام بالطرق الدبلوماسية أن يسقى الماء هو وجيشه لم يستجب معاوي وأصحابه ماذا قال لهم الإمام؟ رووا سيوفكم ترووا من الماء كناية رووا سيوفكم بدمائهم قاتلوا ترووا من الماء هجم أصحاب أمير المؤمنين فاحتلوا صدر الفرات طردوا جيش معاوية اللعين قالوا له سيدي يا أمير المؤمنين النوبة نوبتنا نحن الآن نحرمهم من الماء قال إذا أنا حرمتهم من الماء إذن ما الفرق بيني وبين معاوية لذلك جورد جورداغ في كتابه عن أمير المؤمنين علي صوت العدالة الإنسانية بتحدث في كتب أخرى يقول أرادوه أن يكون معاوية ابن أبي سفيان فأبى إلا أن يبقى علي ابن أبي طالب قال إذا أنا منعتهم من الماء إذن ما الفرق بيني وبين معاوية فالنبي رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلي ابن أبي طالب هو خليفة الرسول هو الرحمة الإلهية الرحمة الواسعة لله سبحانه وتعالى على الخلق وهذا ولده الحسن عليه الصلاة والسلام وهذا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه الرحمة يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يأتوه هؤلاء قرابة ألف فارس وجعجعوا بالنساء لذلك الحرشي يقول يقول من يجي الإمام الحسن وقد وضع يديه على رأسه اللهم إني أرعبت قلوب أوليائك فتب علي مرعبهم أرعب النساء جيش ألف فارس بخيول وكانوا عطاشا وجايين يحاصلون الإمام والحر هو الذي منع الإمام من أي ذلك الكوفة فغيروا اتجاه إلى كربلة فرأوهم رأوهم الإمام عطاشا فقال اسقوا القوم ورشفوا الخيلة ترشيفا سقاهم عن آخرهم والماء عزيز أقول انطلع الحر وابنه وعبده ثلاثة نقص من ألف يبقى تسعمية وسبعة وتسعين أين كان هؤلاء حينما نادى الإمام الحسين يوم عاشوراء اسقوني شربة ما وحق جدي أنا عطشان ألم يكن من هؤلاء أحدهم صاحب مروءة بالأمس قد سقاكم الإمام بيده الشريفة لكن هذه الخسة والدناء وحسبنا هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح فسقيوا الإمام الحسين لهؤلاء للماء هو الرحمة الرحمة حتى على من يريد قتله ولا نشك أن الإمام الحسين يروى أنه كان يبكي على هؤلاء وأخته زينب تقول أخي يا أبا عبد الله تبكي على هؤلاء قال نعم أخي أبكي على جيش سيدخل النار بسبب أي رحمة عندك يا أبا عبد الله بأبي أنت وأمه إذن هذه رحمة الإمام الحسين التي هي امتداد لرحمة أبيه وجده الذين أخذوا تلك الرحمة من الله امتداد لرحمة الله سبحانه وتعالى وكما أسلفت أبن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ليصلك اشتركوا في القناة